بهذا التوقيع يكون طرف الأزمة في السودان توصل إلى اتفاق أولي برعاية سعودية وأمريكية في مدينة جدة اتفاق يشمل بالأساس الجوانب الإنسانية من الأزمة كتسهيل عمليات الإغاثة وحماية المدنيين من مقاطر الاقتتال واستعادة الخدمات الأساسية ولحماية هذا الاتفاق سيتم بحث تدابير أمنية محددة لحماية المساعدات الإنسانية يسبح هذا الاتفاق بتأمين المساعدات الإنسانية الأساسية للمتضررين آملاً أن تساعد هذه الرغبة الصادقة التي استشعرناها من وفديكما خلال المباحثات في التوصل إلى ما ينهي هذا الصراع بشكل كام وبجانب ذلك فإن سبلاء الحل ستتواصل بحسب الخارجية السعودية فجهود التفاوض المقبلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستركز على اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى نحو عشرة أيام وستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي بعدها ستتناول المفاوضات الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الأقلميين والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال القتالية ويرى مسؤولون أمريكيون أن طرفي الصراع لا يزالان متباعدين وأن الوصول إلى وقف دائم للصراع ستكون عملية طويلة لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن الاتفاق الأولي سيعمل على زيادة زخم المفاوضات